سيد رئيس عبدالفتاح السيسي اللي كان في استقباله ورئيس الروسي فلاديمير بوتن فور وصول سيادته لمدينة سان بيترسبورج الروسية في فعليات النسخة التانية من القمة الافريقية الروسية وخلال هذا اللقاء أكد سيد رئيس عبدالفتاح السيسي على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وده بيتزامن مع مرور 80 سنة على تدشين العلاقات المصرية الروسية كمان أكد سيد رئيس عبدالفتاح السيسي على تقدير مصر للمشروعات الروسية المقامة والجاري إنشاءها أيضا في مصر ومنها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية وغيرها من مشروعات روسية مصرية مشتركة كمان عبر سيد رئيس عبدالفتاح السيسي عن ثقته في نجاح النسخة التانية من القمة الافريقية الروسية في سان بيترسبورج رئيس الروسي من جانبه أكد إنه بلاده أحرزت تقدم كبير في العلاقات مع مصر مشيرا لأن هناك مجالات تعاون بين القاهرة وموسكو خلال الفترة القادمة وما بينها مشروعات وعدة في مختلف القطاعات وأشار رئيس الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموه كبير خلال السنوات الماضية خلينا نتكلم مع حضرتكم عن كمان القمة السابقة لهذه القمة وهي القمة الأفريقية الروسية الأولى والتي تم تتشينها عام 2019 ودي كانت تحت أرياسة المصرية للاتحاد الأفريقي وعقدت الدورة الأولى في سورشي تحت أرياسة المصرية الروسية المشتركة أما القمة الثانية اللي احنا بنكلم حضرتكم عليها النهاردة وهي في سان بيتريسبورك حيكون فيها جلستين عامتين وحيصدر عنها إعلان ختامي وكمان سيعقد على هامش هذه القمة بالتأكيد حيكون فيه عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية وأبرزها يكون المنتدى الاقتصادي والإنساني بتأكيد هذه القمة بتعقد فيه توقيت غاية في الحساسية الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الدول الأفريقية الأمن الغذائي بالتأكيد ملف هام جدا سيطرح على طاولة مفاوضات القادة في هذه القمة ومشكلات الأمن الغذائي أيضا في ظل انتهاء صفقات الحبوب الأوكرانية والحقيقة أنه بالتأكيد مسألة الشراكة التجارية في مجالات التعاون ما بين روسيا والدول الأفريقية أيضا المنتدى الاقتصادي الروسي الثاني ده يعني مهم جدا ما بين روسيا ودول القرى الأفريقية يعني ملفات عدة ستطرح على مدار يومين يوم 27 ويوم 28 يوليو أثناء القمة الروسية الأفريقية الثانية